شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم في القمة الوزارية المنعقدة في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشغيقة تحت عنوان قمة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018 والتي يحضرها عدد من الوزراء والمسؤولين في المنطقة خلال أعمال القمة الوزارية المنعقدة في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشغيقة قدم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم عرضا عن تجربة مملكة البحرين في استخدام وتوظيف تكنولوجيا المعلومة والاتصال في تطوير تعليم خصوصا بعد تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في المدارس الحكومية عام 2005 ومن ثم الانتقال بعد نجاح هذا المشروع إلى مرحلة أكثر تطورا وهي التمكين الرقني في التعليم والذي جاء بناء على توجيهة الملكية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مما ساهم في تحقيق العديد من قصص النجاح المتميزة في مجال الابتكار والتعليم الالكتروني مشيرا إلى إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومة والاتصال الذي يعمل في المملكة بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو ويختص بتقديم الدورات وورش العمل في المجال التعليمي والخدمات التدريبية النوحية لتطوير الكفاءات التربوية الوطنية والإقليمية إضافة إلى مكتبة الملك حمد الرقمية التي تتيح النفاذ إلى قاعدة ضخمة من المصادر والمعلومات للدارسين والباحثين كما أشار الوزير إلى المبادرة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتضمنة تخصيص جائزة اليونيسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتي أصبحت من الجوائز المتميزة على صعيد هذه المنظمة العالمية العريقة والتي حققت نجاحا عالميا باهرا في تكريم الابتكار ودمج التقنية في التعليم وإصاله للجميع في كافة الظروف ونظرا لبعدها الدولي فقد شهدت هذه الجائزة مشاركة دولية واسعة في دوراتها المختلفة بهدف الفوز بها لسمعتها العالمية كما أكد الوزير أن مملكة البحرين استثمرت في بنيتها التحتية التعليمية من خلال إنشاء شبكات وبرامج وتطبيقات المعلومات والاتصالات مثل الحواسيب وأجهزة العرض التفاعلية والفصول الإلكترونية وغير ذلك موضحا أن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار في مستقبل الأجيال باعتبار أن التعليم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان القادر على العطاء بكفاءة في شتى المجالات وتطرق الوزير في العرض الذي قدامه إلى مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودور الجهات المعنية بها على مستوى الدول في مجال تعزيز الاستثمار فيها ووسائل استخدامها وتطوير البنى التحتية اللازمة لها كما بيّن الوزير في العرض أن مملكة البحرين نالت مراكز متقدمة عالميا على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصال والجدير بالذكر أن القمة ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم ومنها أثر التغير السريع للتكنولوجيا والتطبيق الصحيح للتحول التعليمي ومستقبل الرقمنة والذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر